بسم الله الرحمن الرحيم حبابي ازايكم عاملين ايه بتمنى كنوا بخير يا رب كلكم في احسن حال واهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي وفيديو النهاردة بناء على طلب بنات كتير طلبين مني طريقتي في عمل السينابونرول جاي لكم النهاردة بطريقة جميلة ومميزة جدا جدا ومقادير بسيطة وشكل جديد وهو سينابونرول على هيئة وردة او بشكل وردة زي ما احنا شايفين كده شكله جميل ومميز وجديد وراكف التقديم وكمان هعمل معاه هوت شوكلت بطريقتي برضو طريقة جميلة ومميزة هتعجبكم او ان شاء الله طبعا كلنا في البرد ده بندور على الوصفات اللي ادى فينا مفيش احسن من السينابونرول والهوت شوكلت كوصفات شتوية من الدرجة الاولى مميزة وطعمها لزيز في نفس الوقت ان شاء الله هنعملهم مع بعض المنتهى السهولة وبتمنى يعجبكم ويلا بينا نتابع الفيديو وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة ودلوقتي هبدأ في تحضير عجينة السينابون وهي عجينة سهلة ومكوناتها بسيطة يعني وما بتلغبطش خالص والمكونات مش كتيرة خالص بيكون معايا تلت كوباية دي ابيض منخول وعليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة سكر وكمان معلقة كبيرة خاميرة فورية وبقلب كده المكونات الجفة مع بعض وبيكون معايا كمان نص كباية زبدة صيحة على زيت نباتي وممكن تستخدموا يعني نص كباية كلها زبدة صيحة انا يعني نص كباية عملها خليط ما بين الزبدة والزيت علشان ما تبقاش تقيلة قوي وبيكون معايا كمان نبيض عليها رشة فانيليا هقلبها كويس وانزل بيها برضو على باقي المأدير طبعا هسيب لكم المأدير كلها بالتفصيل ان شاء الله في صندوق الوصف وبقلب كده وبيكون معايا بقى مياه دافية هنزل كده تدريجي بالمياه الدافية اجمع بيها العجينة بتاعتي وهي يعني التلت كبايات دي ايه دول اخدوا حوالي كباية الا شوية مياه بس طبعا تنزله بالتدريج على حسب نوع الدقيق اللي كل حد بستعمله بيختلف بننزل تدريجي وبعد كده بطلعها من الطبق وعجن فيها شوية كده كويسين لغاية ما تلمي معايا وتبقى نعمة وجميلة كده واهم حاجة بأكد عليها في اي مخبزات بنعملها لازم العجينة تبقى طرية ومرينة بالشكل ده بعد العجن علشان بعد الخبز تطلع معانا هشة وطرية وجميلة ما تطلعش نشفة ولا تطلع فيها اي حاجة مشكلة يعني وبعد كده بحطها في الطبق يكون ادها بشوية زيت وغطيها واسيبها تخمر واسناء ما العجينة بتخمر احضر حشوة السينابون وهي بتكون عبارة عن نص كباية سكر عليها معلقة كبيرة ارفة وكمان معلقة كبيرة كاكاو وبخلط المكونات دي كلها مع بعض وبخليها جاهزة كده حشوة السينابون وطبعا تقدروا تزاودوا كمية الارفة اكتر من كده لو تحبوا وبيكون معايا كمان حوالي معلقتين كبار زبدة لاينا سايباهم ياخدوا حوى درجة حرارة الجاو العادي علشان اعرف استخدامهم بالسهولة ودلوقتي هعمل للصوص الابيض اللي بنحطه على السينابون اول ما يخرج من الفورن وهو صوص الجبنة بيكون معايا ست مربعات من الجبنة الكريمي ومعلقتين كبار سكر بودر ومعلقة كبيرة زبدة لاينا بدرجة حرارة الغرفة وبقلب كلهم كده مع بعض وبعد كده بنزل بحليب سائل تدريجيا مع التقليب لغاية ما وصل للقوام المطلوب وممكن تعملوا الموضوع ده بمضرب كهربائي انا بصراحة حطيت المكونات كلها في الكابة الصغيرة ودربتهم كده عشان ينزل لي الخليط ناعم وسائل بالشكل ده ورشت كمان عليهم رشت فانيليا علشان يدوها ريحة حلوة وهصب بقى السوص بتاعي واجهزه لغاية ما السينابون يخرج من الفورن وبعد المرور حوالي ساعة كانت العجينة بتاعت اختمرت وتضعف حجمها بالشكل ده طبعا بنسيبها لغاية ما حجمها تضعف ممكن تاخد ساعة او اكتر لان الجو الايام دي برد فممكن تاخد وقت اطول في التخمير اي عجينة يعني بنعملها وبفرد بخرج الهواء الزيادة الاول منها وبعد كده باستخدام رشة من الدقيق بفرد العجينة بتاعتي بالشكل ده بسمك يعني رقيق ما يكونش ساميك قوي وبيكون معايا قطعها دائرية هقطع دوائر لان شكل الوردة الجميل اللي هنعمله مع بعض بيكون باستخدام الدوائر دي بقطع كده العجينة كلها على شكل دوائر وبالم العجينة ازاي ده بقى وبجمعها وبخليها على جنب لاني هفردها وشكلها تاني بعد ما خلص تشكيل الدوائر اللي معايا دي ودلوقتي علشان اعمل شكل الوردة باستخدم خمس دوائر من الشكل ده يعني زي ما احنا ملاحظين كده استخدم خمس دوائر في كل مرة كل دايرة بحطها على التانية بحطها على حرف الدايرة اللي قابليها بالشكل اللي هو واضح ده وبضغط عليها كده شوية علشان يعني بمتمسكين مع بعض وباخد الزبدة بتاعت الحشو اللي هنا بتاعتنا وباستخدام فرشة وبفرد كده الزبدة على كل العجين بتاعنا وبعد كده الحشوة اللي من السكر والقرفة والكاكاو برشها برضو على كل العجين بتاعنا وباجي من الحرف كده بقاليف رول كل الدواير دي كده مع بعض بقاليفها رول لغاية نهايتها بالشكل ده وبعد كده بالسكينة بقسم الشكل بقى من النص لقطعتين وبيدينا شكل الوردة الجميل ده بنفتاحها كده بصبعنا عشان نزبط شكلها وبيكون معايا قالب الكوب كيك مدهون بالسمنة ومبطن بالدقيق زي ما يكون هنعمل في كيكة بالزبط علشان بعد الخبز يطلع شكل الوردة معانا بسهولة من القلب ما يكونش لازق ولا اي حاجة وبقرر بقى الموضوع بقرر التشكيل بنفس الطريقة هوريكو مرة كمان خمس دواير زي ما شفنا بالشكل ده وبعد كده قدهن عليهم الزبدة ورش عليهم حشوة السكر بالقرفة بالككاو هي طريقة برضو سهلة جدا وجميلة وبتدي شكل جميل ومميز ومختلف للسينابون رول طبعا وبالف كده وبقسم بقى الشكل كله من الوسط بالسكينة يعني كل خمس دواير بيدونا وردتين وبيكون ده شكلها بنزبطها كده وبنحطها في الاولب بتاعتنا وهكمل كل العجينة بتاعتي بنفس الطريقة وغطيها وهي في القلب وصيبها تخمر تاني حوالي ربع ساعة وبعد مرور ربع ساعة وانا مغطيها كده الوردات بتاعتنا في القلب بنلاحظ انها يعني ارتاحت واختمرت حجمها تضاعف كده وكل وردة ملت القلب بقى حجمها اكبر من الاول وفي الوقت ده انا فتح الفرن على درجة حرارة 200 وسيبها سيخين كواس جدا واحط القلب السينبون في الفرن واسناء ما السينبون بتخبص في الفرن دلوقتي احضر الهوت شوكليت معاي هنا في الكسارولة وببيتين حليب سائل وعليهم معلقتين كبار سكر او التحليق بقى حسب الرغبة ومعلقتين كبار كاكاو خام وكمان معايا معلقة كبيرة نوتيلة بحطها كده مع الخليط بتدي طعم جميل وكوام جميل جدا للهوت شوكليت بتاعتنا وكمان هضيف على الكوبايتين الحليب السائل دول معلقة كبيرة نشا النشا هنا بتدي كوام جميل كده للهوت شوكليت ما بيبقاش سائل اوي ومية اوي وهي مش هتخانه اول حاجة بس هتدي له كوام بسيط كده جميل وبحط كل البداو بالاول على البارد كل المكونات دي وحطتها على النار وقلبتها يعني استمرت في التقليب لغاية ما غلت وده كان كوامها ودلوقتي خلاص السينبون خرج كمان من الفرن اخد حوالي تلت ساعة ما كنتش فتحة الشوايا لغاية ما اخد اللون الدهب الجميل ده دلوقتي هغطي بالفوتا كده وخليه على جنب لغاية ما صب الهوت شوكليت بتاعتنا وكمان الكمية اللي عملتها تلت كوبايات عملولي كمية تاني اللي تبقى حطيتهم فرق الكوب كيك في صانية تانية وخبستهم برضو مع قلب الكوب كيك وده كوام الهوت شوكليت كده كوامه جميل مش ساميك اول حاجة بس معلقة النشا هنا جميلة ما تستغربوهاش بتدي كوام حلو علشان ما يكونش سائل ومية قوي ودلوقتي معايا كريمة مخفوقة هزين بيها المجات بتاعتي بمعلقة الايس كريم كده على طول او بكيس الحلواني او بمعلقة عادية على حسب رغبتكو هحط كمان رشة من النوتيللا كده فوق الوش وكلهم هايسيحوا بقى من الحرارة ودلوقتي بقى هبدأ اخرج وردات السينابون من الاوالب زي ما احنا ملاحظين بتخرج بكل سهولة علشان دهننا الاوالب بالسمنة وبطلناها بالدقيق وده لونها كده من فوق ومن تحت جميلة ودهبية ومستوية وكل حاجة ومفتحتش الشوايا ولا حاجة زي ما قلتلكو وهي حوالي تلت ساعة في الفرن واخدت اللون الدهب الجميل ده من جميع الجهات وده كده شكلها شكلها رقيق وجميل ومميز جدا جدا وفكرة حلوة وجديدة هتعجبكو قوي وانا دلوقتي اللي هعمله هزيينها الاول بشوية من النوتيللا صغيرين كده وبعد كده هضيف عليها السوس الابيض وطبعا الخطوة دي يعني اختياري مش لازم تحطولها نوتيللا ولا حاجة ممكن تكتفوا بالسوس الابيض بس يعني على حسب المتوفر في البيت او تعمله السوس الشوكولاتة من الشوكولاتة الخام بتاعت الحلويات العادية او اي حاجة يعني او تكتفوا بالسوس الابيض بس يعني على حسب المتوفر انا علشان النوتيللا متوفرة عندي قلت ازين بيها برضو يعني وبرش بقى بعد كده السوس الابيض وده بيكون شكلها وجهزة للتقديم شكلها جميل وطعمها اجمل وده بيكون شكل وردات السينمون الجميلة جدا اللي عملناها مع بعض شكلها جميل ومميز وراكي في التقديم وفردية كده وبتبقى جميلة وسهلة في التقديم والصورة دي بتوضح لنا وقوامها من جوه من جوه زي ما احنا ملاحظين هشة ومستوية وقوامها جميل جدا وطعمها اجمل وطبعا التزيين زي ما قالتلكو حسب الرغبة ممكن تكتفوا بالسوس الابيض بس وممكن تعملوا صوت شوكولاتة سهل كده من تدويبه شوكولاتة وتعملوا بكده خطوط برضو شوكولاتة عليها وده كمان مشروب الهوت شوكولات الرائع جدا 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 هيعجبكو جدا ان شاء الله لما تجربوه طعمه جميل وتقدروا طبعا تستغنوا عن اي تزين يعني اللي فوق ده ممكن تستغنوا عن الكريمة برضو عن النوتيل يعني تكتفوا به كده كمشروب من غير اي حاجة طعمه جميل ومميز جدا من غير اي تزين ولا حاجة يعني التزين كله بيرجع لرغبتكم وعلى حسب المتوفر عندكم في البيت اي حاجة متوفرة تزينوا بيها حاجة مش متوفرة خلاص نستغنى عنها وبتبقى الوصفات برضو جميلة وبتمنى تجربو كده طريقة السينابون الجديدة زي ما شفنا يعني مقادرها جميلة وبسيطة ومش كتير خالص يعني بتتعمل بمنتهى السهولة وشكلها كمان الجديد المميز اللي على هيئة وردة بيبقى جميل وراك في التقديم زي ما شفنا كده شكلها حلوة اوه برضو تتقدم في الحفلات بيبقى شكلها جميل اوه في التقديم وكمان مشروب الهوت شوكولت هيعجبكو جدا جدا طبعا الوصفات دي لايئة جدا مع ايام البرد اللي احنا فيها وليال الشتاء البردة تتعمل كده بالليل في قاعدة بالليل كده او في صهرة بالليل طبعا السينابون بتدفي من القرفة اللي فيها وبردو طبعا الهوت شوكولت مشروب ساخن ومميز ومعروف جدا انه مشروب شتوي وجميل وبيدفي اضافة طبعا لطعم اللذيذ وبتمنى تجربوا وصفاتي النهاردة وتعجبكم ان شاء الله وما تنسوش بقى تعملوا الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تصلكوا الفيديوهات الجديدة اول باول ونتقبل على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شكرا